في حادثة تثير الاستغراب والاستهجام وقد تكون أكبر عملية النصب واحتيال سمعناها في هذا الأسبوع على الأقل عملية تعرض لها أحد المنتسبين في السلك الأمني وتحديداً ضمن قاطع شرطة محافظة ديالة فكيف تمت عملية النصب على هذا المنتسب ومن هو الشريك في هذه العملية المنتسب ظهر في مقطع فيديوي مصور وهو يستغيث بقائد شرطة محافظة ديالة طالباً مقابلته ليشرح له بالتفصيل ما حدث معه وباختصار المنتسب تسلم سلفة من المصرف الزراعي بلغت نحو 12 مليون دينار ومن تكثل بمعاملته أو من روجها احتالوا عليه أولاً بمبلغ السلفة وثانياً بوضع كفلاء غير حقيقيين كفلاء وهميين أي أسماء غير موجودة على أرض الواقع وغير موجودة أساساً وهذا ما حصل مع هذا المنتسب والذي من خلاله سرقوا أموال السلفة التي كانت من المفترض أن تذهب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشدة إلى سيد قاشط ديالة المحترم أريد مقابلته بأسرع وقت يعني بأسرع وقت ممكن لأنه مرد دهورت وحالة المادية تعبت بخصوص المصف الزراعي احتالوا علي وأخذ وراتبي لحد الآن مصر 22 مليون وأنا مسترم 12 مليون إلا ربع والأشخاص وقالوا ليه وقالوا ليه وحطي الكفلاء وهميين بالمعاملة أنا مصر لحد الآن بل 22 مليون وفي المصف الزراعي يقول لي بعد تغريب بل ثم الملايين يعني مسترم 12 مليون إلا ربع وسووهن علي 30 مليون لحد الآن يقول لي الفوائد التأخيرية والكفلاء اللي بالمعاملة يقولون كلك والمعاقبين موجودين وكلما أروح على المعاقبين وأحكيهم وأقول لهم يقول لهم شو تيسوي يسوي وواحد من ضمنهم جاي يهددني يقول لي إذا اشتكيت علينا نبلغ عليك ونخليني نغلونك للتحادية هاي ثالث مرة مناشدة أطلب مقابل أسيد قاشطة ديالة المحترم السلفة التي تسلمها المنتسب الضحية من المصرف لم تتعدى الـ 12 مليون دينار كما قلنا وبعد النصب عليه والاحتيال عليه ما يزال يواصل عملية الدفع إلى المصرف كما ذكر حتى استكمل مبلغ 22 مليون دينار عراقي ويتبقى الآن في ذمته 8 ملايين دينار هنا يتساءل كيف سيدفع ما تبقى بذمته من هذا المبلغ الذي أخذه عموما هناك الكثير أيضا من التعليقات نقرأها لكم كارت فعل على هذه الحادثة حادثة الاحتيال على هذا المنتسب والبداية مع سارة تقول سارة في تعليقها هذا الربع تشوف الله سوى بيك وبعد وبعد راح تشوف المصاعب بحياتك الله يهديكم ويصطحكم وتعرفون الحرام وتسووا ببساطة وبعدين تتشكون وتتبتشبتشون تعليق آخر أيضا من محمد الساعدي أنت اللي تحكي مون صدق أكو قرض بعام 2013 يسمونه قرض حليم وهو قرض من المصرف الزراعي استلموا أغلب عناصر الداخلية القرض 25 مليون دينار ياخدون ياخدون عشرة وينطوك 15 بدون كفلاء وكلك وقاعد هسه تدفع فوائد تأخيرية احمد الله ماكو قانون له أكو قانون حاليا أنت بالتسفيرات تعليق من سهيلة مقداد تقول شان الله بعيونكم يعني إلا تاخدون سلفة عمي لا زراعي ولا بطيخ والله احترق قلبي عليه يعني هيش الحرام صاير عادي عن الناس ومحد مهتم الله يفك أسرك تعليق أيضا من عباس علواني يقول صدق شرطي وبالدولة ومقفصين عليك الله الله بالفقير القانون لا يحمي المغفلين عود أنت رجل قانون لازم تعرف هذا الشيء أعتقد بداية المعاملة أنت تعرفها كلك فتحمل نتيجة تصرفك